يعني أنت مثلتي دور تكرهين صاحبة الدور من كل قلبي كم من مرة قمت بهذا الاختيار أن تكرهي ما تقومين بتمثيلي أكتر مرة كرت هي أم جهات لأن كل الشر أوقات بيبقى ليه مبرر يعني كل الشر له مبرر قد نجد له تبرير إلا إلا شر الإرهاب وأنت تأتينا من بلد نحن كلنا نأتي من بلدان اكتوت بنار الإرهاب طبعا طبعا ولازلنا بنكتوي بنار الإرهاب كلنا لأنه ما نتحاش هل يعود ذلك إلى ضغينا في قلب إلهام شهين ضد الإخوان المسلمين ضد الطيارات الدينية السياسية أنت يعني من يوم عرفتك وأنت في مظاهرات ضد الإخوان في مظاهرات ضد ذلك أنا مع حرية كل إنسان في اختياره أنت عايز ترتبط بجماعة ما أنت حر طالما أنك لا تأذيني يعني عندك أفكار معينة بس طالما أنك لا تأذي الغير أنا مخصني يعني كل واحد حر يختار ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر في حرية ده الكرآن بيقول كده أنت اختار زي ما أنت عايز كل واحد يختار دينه ويختار مذهبه كيف ما يشاء طالما لا تدر لكن لما تكون إرهابي أنت بتدر العالم كله وبتقتل أبرياء يعني ما لهمش أي زنب ما عملوش أي شيء نعم للأسف وعائلتهم وأولادهم أكثر كره اللي هو الشر الغير مبرر يعني أوقات الإنسان يخطئ في شيء ده شر الخطأ لكن أحيانا أبرر وأتعاطف إلا أم جهد إلا أم جهد لم أتعاطف معها لحظة لا هي ولا أي إرهابي الشخصيات اللي كانت في المسلسل الحقيقة كرهتهم يعني لو أنت تقمين بهذا الدور حاسة حالك أنه سيؤثر هذا المسلسل قلت لي قبل العرض أن هذا المسلسل سيكون على مفارق يا عماد انتظر شوف من قبل ما يتعارض بس نزل أفيش قبل رمضان بشهر وإحنا لسه بدري على ما نعلم ولعت الصحافة والسوشيل ميديا الدنيا قامت إلهام شهين تسيق للإسلام إلهام شهين تسيق للإسلام إزاي؟ عشان لبسة لبسة داعش ماشي أو ما فيش حاجة اسمها داعش أو أنتوا ما عندكوش خبر يعني أنت متفاجئ لأ إزاي تحط لا إله إلا الله محمد رسول الله وهي هتعمل إرهاب تم دي الحقيقة طب بننكرها إزاي يعني إحنا لم نجتهد في اللبس اللبس شفنا فيديوهات أو ما بيتباهوا بكل الخطأ اللي بيعملوه وبيصوروا نفسهم فيديوهات كتير قوي على اليوتيوب فإحنا خدنا من الفيديوهات اللبس بتاعه وشكلهم ونقلناه بالزبط تتنفذ فيعني إحنا لم نجتهد لم نضيف شيء عشان يقولك إزاي تحط لا إله إلا الله محمد رسول الله وبعدين تقتل وتبقى إرهابية يعني ثم دي الحقيقة يعني بدل ما تكرهوا الهام وتقولوا تسيق للإسلام قولوا أن داعش ومن على شاكلتها هم من يسيقون للإسلام اللي بيقتل واللي بيطبح واللي بيحرق واللي بيخرب بلاد ودول واللي بيختصب النساء وبياخدهم سبايا واللي اختصبوا الإزيديات في العراق هما دول اللي يسيقوا للإسلام مش إلهام شاهين اللي بتفضحهم بتفضح أفكارهم وبتفضح تصرفتهم هل تبحثين عن الإفارة إلهام دوما أم هذه هي إلهام هذه طبيعة تفكير إلهام دي شخصيتي لا لا أنا لا أبحث أنا دور جالي فرحت بي انبسطت بتقولهم ولا هيهمني حتى كم الدور لأنه الشخصية بتبدأ من الحلقة الخمسة صح أنا بتعودة أعمل مسلسل من الحلقة الأولى الأخيرة بتاعي مسلسل إلهام شاهين أنا لم أفكر لحظة في حجم الدور كم مشهد تواجد قد إيه أنا فكرت في تأثيره والحقيقة كان ليه تأثير كان ليه تأثير قام